سين ما الفرق بين المني والمذي وما الذي يجب فعله في الملابس في الحالين جين قواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث أحدها التلذذ بخروجه وفتور القوة عقب خروجه والثانية رائحته التي تشبه رائحة طلع النخل أو العجين والثالثة خروج المني بدفق ودفعات وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيا ولا يشترط اجتماعها فيه وأما المذي فهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو إرادته ولا يجد لخروجه منه شهوة ولا دفعة ولا يعقبه فتور يكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر من الرجال والمني يوجب الغسل من الجنابة سواء كان خروجه يقظة بجماع أو غيره أو كان في المنام بالاحتلام قال تعالى وإن كنتم جنبا فاضطهروا أما المذي فإنه يوجب الوضوء فقط لما جاء عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء والمني طاهر على الراجح من أقوال العلماء لما روته عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه وفي رواية ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثركا فيصلي فيه أما المذي فإنه نجس لحديث علي الذي تقدم والذي جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والأنثيين أي الخصيتين والوضوء وعلى القول بطهارة المني فإنه لو أصاب الثوب لا ينجسه ولو صلى الإنسان بذلك الثوب فلا بأس بذلك قال ابن قدامه وإن قلنا بطهارته أي المني استحب فركه وإن صلى من غير فرك أجزاءه أما المذي فإنه يكتفى فيه بنضح الثوب للمشقة في ذلك لما جاء عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أي تظن أنه أصابه والله أعلم أهلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك